اليوم طويل وبيقصر بينا مع كل دحكة بنتحكها وكل حكاية بنحكيها وعشان الحكايات في دمنا عندنا سلسلة مش بتخلص سلسلة حكايات منعت القتل والظلم كتير وخلقت هدنا ما بين كل اللي سمعوها وعشان حكاياتنا على قد الليالي السلسلة ملهاش آخر وحط على الليلة ألف ليلة وليلة هتلاقي كل ليلة غير اللي قبلها مع حكايات ألف ليلة وليلة حكايات ألف ليلة وليلة خطفت قلوب الناس طول شهر رمضان عن طريق الإذاعة المصرية حكايات جميلة وصوت الفنانة زوزو نبيل اللي عملت شهر زاد والفنان الكبير الراحل عبد الرحيم الزرقاني في دور شهر يور بدأت حكايات ألف ليلة وليلة في الخمسينات واستمرت لمدة 26 سنة يعني تقريباً 800 حلقة وسنة 84 كانت أول مرة نشوف اللي بنسمعه وظهرت لأول مرة على شاشة التلفزيون المصري وكانت بطولة نجلاء فتحي في دور شهر زاد والفنان حسين فهمي في دور شهر يور ويعتبر العمل ده هو الظهور الأول والأخير لنجلاء فتحي في الدراما التلفزيونية وكان من اللي شاركه في العمل صوت المطربة سمير سعيد اللي غنت تتر المقدمة والنهاية من ألحان الموسيقار جمال سلامة احكي يا شهر زاد والمسلسل موقفش هنا وبس المسلسل فضل سنين طويلة اتنافس فيها مجموعة من النجوم في كل رمضان علشان يبهروا الجمهور العظيم ومن بينهم المخرج الراحل فهمي عبد الحميد اللي قدم ثلاث قصص من حكاية ألف ليلة وليلة على مدار ثلاث سنين في رمضان ولكن بشكل جديد بيعتمد على الخدع البصرية وكانت شهر زاد بطولة الفنانة العظيمة شاريهان قرر المخرج فهمي عبد الحميد انه يقدم حكاية ألف ليلة وليلة مع المؤلف طهر أبو فاشا بسود زوزو نبيل وعبد الرحيم الزرقاني مع صور متحركة لشهر زاد وشهريار وبعد كده حولها لمسلسل من بطولة شاريهان ومحمود الجندي سنة 88 ومن هنا لست الحسن بطولة إيمان التوخي ويوسف شعبان لحد ما وصلت البطولة لمحمد رياض وبوسي ومن بعدهم يحيى الفخراني ودلال عبد العزيز سنة 95 ومش بس كده ده كمان علي بابا والأربعين حرامي وكان آخر حكاية ألف ليلة وليلة حكاية فضل الله ووردانة بطولة أحمد عبد العزيز مع دلال عبد العزيز وبعد الفترة دي اختفت ألف ليلة وليلة عن الشاشة لتسعة تاشر سنة عشان ترجع لنا تاني في مسلسل ألف ليلة وليلة اللي تعرض رمضان 2015 بطولة شريف مونير ونيكول سابة وآسر يسين وكانت تأليف محمد نير وإخراج رقوف عبد العزيز عشان يوم من توه نرجع للأصل ونكمل من هناك ألف حكاية جداد لألف ليلة وليلة جايين